أكثر تعقيداً وأكثر انتشاراً. تعقيداً لي؟ مثلاً هل الإدمان منتشر أكثر في الفقراء أو في الأغنية؟ الناس اللي معهم فلوس أو اللي مش معهم؟ الطبقتين بيأخذوا فلوس. اللي معهم فلوس بيأخذوا مخدرات واللي مش معهم بفلوس بيأخذوا مخدرات. الأسوأ أن اللي مش معهم فلوس أو الفقراء أن تطور مرض الإدمان والمضاعفات اللي بتحصل بتحصل فيهم أسرع. ودرجة التقرير بيقول إيه بيقول أن أفريقيا أكتر قرة في العالم حيزيد نسبة المدمنين فيها بنسبة 40% في عام 20-30 20-30 يعني القرة الوحيدة اللي حتزيد بأكبر نسبة ليه السبب؟ الفقر ليه دور كبير في كده الفقير لما بيأخذ مخدرات حيأخذ أرخص وأسوأ الأنواع هيأخذ أنواع رديئة وحاجة تانية كمان طب خد مخدرات عايزة تعالج مش متوفر له سرير للعلاج أو فرصة للعلاج التاني متوفر له فرصة للعلاج ولو انتكس أهله حيعالجه تاني لأ ده ممكن ده الفقير هيأخذ مخدرات ومخدرات سيئة أو أنواع وحشة جدا وفي نفس الوقت مش حلق فرصة للعلاج وحتى لو أتيح لي فرصة ممكن لا تتاح لي فرصة تانية هيأخذ وقت الغاية ما أهلوا يودوا للعلاج لكن التاني يكون يتعالج مرة واثنين وثلاثة فده بيقلل المضاعفات عليه لكن الطبقتين بيأخذوا وكل طبقة لها المخدرات بتاعتها